اهلا بكم ابطال تلت عدادي في حلقة جديدة من حلقات الفاينال ريفيجن بنكمل مع بعض حل الجوفرن ويتس والنهاردة معادنا مع محافظة انا هنحل مع بعض امتحان الالجبرا عايزك تحل معايا كل الاسئلة امسك وار او قلم خطوة بخطوة تكون معايا ودايما تسابقني بخطوة يلا يلا بنا نبدأ اول سؤال معانا بيقول choose the correct answer from those given if the domain of the function n such that n of x equals x over x minus k is r except 3 then k equals what خلي بالك هو ما ينفعش يعوض بالسري هو بيقولك الدومين اي رقم except 3 يبقى في الحالة دية لو حط 3 هتديله mass error صح؟ يبقى معنا كده هو الكي هتبقى بكام الكي هتبقى بسري يعني نختار مع بعض لتر بي طب يا مستر انا مش عارف اجيبها منت لي يعني دماغي ما جابتهاش اعمل ايه؟ هقوله كده هو ان احنا سوينا ال x minus k equals zero تمام? عشان انا عوضت بالموانع عوضت بالحاجة الممنوع عوضت بيها واروح شايل ال اكس واروح احط مكانها كام الممنوع اللي احنا بنقول عليه دوت تمام تعال بقى نمشي الكي الناحية التانية فبقت سري ايكولز بوصد في كي يعني الكي بكام الكي بسري سؤال تاني من اسئلة البيزيك سكيلز بيقول لي كده هوت روت او سكوير روت لسيكستي فور بلاس سيرتي سيكس ايكولز ايت بلاس وات اكبر غلطة تعملها ان انت تفتكر ان الروت بيتوزع البلاس فتاخد روت السيكستي فور الوحدها وروت السيرتي سيكس الوحدها كلام ده غلط كلام ده ماينفعش الروت ما بيتوزعش غيره على الطايمز والديفايدل وما الايه العمل نحل الجزء اللي في الشمال لوحده روت سيكستي فور بلاس سيرتي سيكس هيبقى روت هندرد وروت هندرد بكام بتن طب يا ترى ايت بلاس كام تدينا تن اكيد ايت بلاس تو ونختار مع بعض لتر سي number 3 بيقولي if the point a-2,0 is the vertex of quadratic function if and the solution set of the function f of x equals 0 is 5 then a equals what ده سؤال في منتهى الروعة والجمال علشان نعرف نحله محتاج افكرك بحاجة ركز احنا مش بنحل الامتحان بس لكن احنا بنراجع كمان لما باجي حل quadratic equation graphically بيكون فيه 3 احتمالات ايه هم التلات احتمالات اما الكيرف هيقطع الـ x axis مرتين عند x1 و x2 اما هيقطع الـ x axis مرة واحدة وبتكون perfect square اما مش هيقطع اصلا وبيكون الحل ايه وبيكون الحل phi هو الراجل قال ان solution set لما بيساوي f of x بزيرو بيطلع 5 معنى الكلام دوت ان solution set نقطة ايه نقطة واحدة معنى كده ان الكيرف قطع الـ x axis عند مين عند 5 فانا كده هو عرفت ان احنا مش بنتكلم على الكيس ديت ولا بنتكلم على الكيس ديت احنا بنتكلم على الكيس اللي في النص وبنقول ان الكيرف لمس الـ x axis عند مين عند الـ 5 طيب ما الفيرتكس كده موجود على الـ x axis واي point موجود على الـ x axis هتكون عبارة عن number او رقم وزيرو طب هو نفسه بيقول بقى فوق في اول سطر بيقولك ان الـ point a-2,0 هي الـ vertex طب ما احنا عارفين دلوقتي ان a-2,0 دي 0 تمام هي دي الـ vertex يعني معنى كده ان a-2 equals كام يا شباب بـ 5 تعال نودي دي النحية التانية بعكس السين يبقى a-5 plus 2 5 plus 2 equals كام 7 والسؤال ده سؤال جميل ومهم ها نعلم على مين برافو كده اخترنا letter c number four سؤال تاني من اسئلة الـ basic skills بيقول لي كده هو absolute x equals 7 اكسب كام خلي بالك absolute يطلع post انت بتقولها absolute قولها زي ما تقولها مش مهم المهم absolute او absolute يطلع post لكن اللي جوه كان ايه اللي جوه احتمال يكون post وطلع post او يكون negative وطلع post يعني ممكن تكون x post او negative 7 وفي الحالتين لما حطيت دي جوه الـ absolute طلعتلي دايما ايه post فالاجابة هتبقى letter b number 5 بيقول لي if a and b are two events from sample space of random experiment and the a subset of b يعني ايه كلها تقع جوه ب ها فاكر كنا بنقول ايه لما يبقى في حاجة subset من حاجة يبقى الانترسيكشن يديني اللي جوه واليونيون يديني الايه اللي بار هو عايز البروبابلتي بتاع الانترسيكشن يبقى هو عايز البروبابلتي بتاع اللي جوه يبقى هو عايز البروبابلتي اف ايه اللي هي letter b number 6 بيقول لي if 2 power x minus 1 equals 1 then x equals what طالما سؤال power will answer equals 1 يبقى معنى كده ان الpower كان بزير ليه اصلا اي حاجة power 0 ب1 معده 0 بباور 0 يعني لازم بس كده هو بشرط ان a ما تكونش بA ب0 اصلا 0 power 0 اولاد دي has no meaning او meaningless المهم هنا هنا الاجابة ب1 يبقى power ب0 تعال نطلع دي ناحية التانية بعكس الصين يبقى x equal 0 plus 1 و0 plus 1 become 1 يبقى نختار مع بعض letter a number 2 a بيقول لي find the solution set of the two equation in r times r where the first equation x minus y equals 4 3 x plus 2 y equals 7 طبعا هنا الراجل محددش algebraically فبرحتك بس احنا قلنا الالجبريكالي هتبقى اسهل واسرع وقلنا قبل ما نعمل اي حاجة احاول اطلع الاجابة بالcalculator تعال بس الاول نحاول نجيب الcalculator كده بعيدة عن المسألة علشان نبقى شايفين المسألة بنعمل ايه mode equation ها one برافو ابتدخل من قصاد ال x one من قصاد y negative one من اللي برا four يلا الاكووجين التانية قصاد x three قصاد y two اللي هو ال coefficient يعني و absolute term او الرقم اللي برا بكام ب7 كده هو بيقولك ان x ب3 و n y ب negative one يعني 3 و negative one هو ده الحل اللي لازم نطلعه بالخطوات طيب عالا بقى نعمل ال steps مع بعض اول حاجة بفتح وارقة الاجابة وهكتب اول equation x minus y equals four واكتب الاكووجين التانية تحته three x plus two y equals seven وحاول افكر ان انا اعمل امت احزف يا الاجسات يا الويات الاسهلك طبعا لو انا عملت multiply by two الاكووجين الاولنية هتبقى negative two y وسب دية times one فتبقى two y فإلا هيحصل هيحصل omitting للويات تعالا نعمل كده واحدة واحدة ونعمل times للاكووجين بنعمل الاكووجين كلها ياولاد يلا يا شباب التانية times one يعني هتنزل زي ما هي اصل الone يا mister neutral مش هيغير حاجة طيب وبعدين نعمل by adding نعمل adding لكل ايه ال like terms two x و三 x five x two y minus y هيحصل لها omit cancellation هيتحسف مع بعض eight plus seven fifteen تعال نجيب ال x فهنمشي ال five النحية التانية يبقى معنا كده ان ال x fifteen divided five اللي هي بكام بسري الحمدلله راجعنا ايجابتنا وطلعت صح كده ال x بكام ال x equals three بروزها عشان المصحح يشوفها على طول عايزين نعمل substitute في اي واحد فانا هاختار الاولى مثلا by substitute ممكن بقى اتعوض في اللي انت قبل ما تدرب فيها في اللي بعد ما انت دربت فيها في التانية زي ما انت عايز انا هعوض في اول واحدة خالص فرية الاسئلة by substitute in x minus y equals كام 4 هشيل ال x احط 3 minus y equals 4 تعال نطلع ال 3 ناحية التانية يبقى minus y equals 4 minus 3 يبقى minus y equals 1 تعال نعمل divided negative 1 عشان انا عايز y plus divided negative 1 زي ما احنا مطلعينها بالكالكليتر زي ما احنا مطلعينها بالكالكليتر فاضل نص درجة اوعد سيبه ايه هو اكتب كده solution set in r times r تمام equals افتح prices ordered pair 3 negative 1 letter b بيقول لي find n of x in its simplest form showing the domain ده سؤال multiply اول خطوة بنعملها في اي نوع من الاسئلة بنعمل ايه factorization يبقى n of x لما نيجي نبص على دية هنلاقيها مش تنفع هتعملها factorization ولو جربناها على الكالكليتر هتطلع imagination فعمل ايه هسيب مش عاملها حق خلاص يبقى x power 2 plus x plus cam 1 وتحت x زي ما هي multiply ها نعمل ايه ناخد x common factor اصلا هنا x power 2 وهنا x الاتنين فيهم xات فتعالا نطلع x common factor x power 2 divided x equals cam x minus x divided x equals cam 1 حلو خالص طب x power 3 minus 1 بتتفكي ازاي bracket صغير و bracket a كبير بنزل نفس اشارة المسألة واخد cubic root للأول والتاني cubic root x power 3 x cubic root 1 1 ونعمل الاربع حركات بتوعنا square change time is square square change time is square square لمين للأولين فبقى x power 2 change mean sign بدل ما نجاتي بنخليها post time is لمين first second x by 1 بعد كده square للأخير لازم يقع post 1 اشطب ولا طلع الدمين برافو طلع الدمين في الأول يبقى الدمين r except واحدة واحدة ده هيطلع 0 وده عكس الإشارة يطلع 1 وده ما بيتفكش يبقى ده مش متشاف يبقى احنا هنطلع الدمين هيبقى 0 1 فقط لغير يلا يا باش مانسين نعمل simplify هنcancel الترينوميا الدوت مع الترينوميا الدوت وهنcancel كمان ال x مع ال x ونcancel كمان ال x minus ال 1 مع ال x minus ال 1 ايه ده كله راح كله مش موجود يبقى معنى كده هو ان n of x لا 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 مش بزير وغلط في الملتبلاي لما كله يروح يبقى equals كم equals 1 في السري ايه بقى بيقولي by using general rule find the solution set of the equation in r اتفقنا مع بعض علشان احل بال general formula او general rule لازم الاكواجن تبقى standard ما فيهاش brackets ما فيهاش fractions اي حاجة نفكه طيب فانا هدخل الاكس ديت عالبراكت هعمل لها distribution اكس باي اكس اكس باور 2 مينس اكس باي 2 ب2 اكس تيجي ندخل الوان ده جوه هو بالبسطف لما دخل دخل بالا بالنجاتف وسبب ما كانه فاضي فبقى equal zero الا ب1 البي بنيجاتف 2 السي بنيجاتف 1 يلا نكتب الجنرال فورملا اكس equals negative b positive negative square root b squared minus 4 a c over 2 a يلا نعمل substitute negative b البي بنيجاتف 2 طب وفيه negative بقت positive 2 positive negative square root b power 2 يعني negative 2 power 2 minus 4 by 1 by negative 1 ونروح شدين الroot كده هوت عشان المنظر يبقى شيك زي ما انت شيك هنا two times الايه اللي هي times مين times 1 يبقى ملناش دعوة باللي برا خلينا نشوف الroot وإيه اللي تحته قديل square root اهو حل ده بالكالكليتر او بدماغك negative 2 power 2 هتبقى 4 minus 4 times minus 1 هتبقى 4 4 و4 هتبقى بكام 8 over 2 خطوة اللي بعدها اعمل simplify للroot 8 فبقى two positive negative اعملها انت على مهلك هتطلع two root 2 over 2 تمام طيب كده نقسم الصفحة نصين نطلع x1 2 plus 2 root 2 over 2 وx2 2 minus 2 root 2 over 2 لو بتعرف تعمل simplify بدماغك يبقى كتر خيرك ما بتعرفش حطها على الكالكليتر هتلاقيها بكام هتلاقيها بone plus root 2 مش مصدقني صح طيب تعال كده نبص اهي نجيبها بردو كده على جنب السيكة تمام ادي مود وان عشان ترجع على الكالكليتر ودي 2 plus 2 root 2 over 2 حطناها على الكالكليتر اهي باشا طلعت one plus root 2 صدقتني طيب ها من غير بقى ما نعملها بالكالكليتر تطلع كام one minus root 2 على الكالكليتر تعال كده نطلع للسؤال قالك ايه قال لي approximating the result to the nearest ايه one decimal digit طيب تعال كده نشوف لما نطلع الاجابة بالdecimal ولا حاجة بالكالكليتر هندوس على s دي طلعت two point four one ببص انا على التاني one one ده هيعمل حاجة في الفور ولا الone ده ويك الone ده ويك يبقى approximation two point four طيب لو انا كتبت one minus root 2 هتطلع بكام تعال كده نشوف negative zero point four one الone ويك برضو يبقى negative zero point a four بلاش ننسى اخر نص درجة يبقى solution set in r negative zero point four و two point four طبعا الترتيب مش مهم خلصنا في لحظتها انا عايزك تراجع السؤال ايه ده راجع ازاي اجيب الكالكليتر ودوس mode equation three ادخل the a وال b وال c the a camp one the b كان برافو ب negative two c كان بكام ب negative one هه طلع one plus root two صح ولما حولتها decimal two point four طبعو التاني one minus root two صح ولما حولتها decimal negative zero point four يبقى انا مخلص السؤال ده وضامن التلات درجات بتوعه في بي بيقلي find n of x in the simplest form showing the domain such that n of x تعال نكتب n of x واحنا بنكتبها نحاول نعمل factorization يلا اول واحدة فيها x يا مستر common factor اش عرفك اصلا لقيت x2 هنا اول فاخد x من هنا وx من هنا يتفضل x minus 3 زي الفل خد x يتفضل معك x minus 3 طبعو تحت difference between two squares هنعمل two brackets هنفك هنا x ونفك هنا x in nine three by three مرة positive مرة negative plus x minus one ما فيهاش مشكلة طيب x power two plus two x minus three اعملها انت بالcalculator او بدماغك هتلاقي ان هي بقت x وx وthree وone وهنا plus وهنا minus تطلع لك على الcalculator minus three فانت بتدخلها three تطلع بone فانت تدخلها negative one اوعد شط استنى لسه ما طلعناش الدومين يبقى الدومين r minus r minus كام او negative three ها three negative three كتاب نها ها one زي الفل ابدأ بقى شط نعمل ايه اكانسل x minus three مع x minus three وهنا نكانسل x minus one مع x minus ايه one تعال كده نكتب اللي تفضل يبقى in of x equals x وهنا x plus three وهنا plus ما تفضلش حاجة بنكتب ايه one جميل x plus three يا حلو قوي دي بركة ضع الوالدين ان هي جد common denominator نزل common denominator ده هندس واعمل اللي فوق plus بقت x plus one خلصت خلصت وانت خدت full mark وطلعت من قوائل المدرس four a بيقول لي the length of a rectangle is three centimeter طبعا دي كده اقرأة غلط دي كده اقرأة هتغرأك اقرأ عدل زي الناس الشطرة بيقول لك كده the length of a rectangle is three centimeter more than its width يبقى من three centimeter لا دي اكتر من ال width بthree centimeter تمام and its area is twenty eight centimeter square find its perimeter طبعا اول حاجة هنقول هالو هقول له كده let the length equals x centimeter and the width by y centimeter صدقني يا ابني لو انت عايز سيبها l و w هتطلع صح برضو مفيش مشكلة اول اكويجن بيقول لك ايه بيقول لي ان اللينس more than the width by three صح واحنا كنا مسميين l x وال width y فانا هقول له x minus y بكام بthree لا يا مستر ما بعملهاش كده وما بتعمل ايه لما يقول لي حاجة اكتر من حاجة بقول له ان l x عبارة عن three plus y او y plus three دي صح ودي صح اللي بتيجي في دماغك اعمله تمام and its area ايه قانون الاريا بتاع بتاع الريكتانجل قال لك length multiplied weights هو ده قانون الاريا ومالقيه قانون البريميتر length plus weights times two عشان بس تبقى حافظ القوانين فكده بقت الاريا x y بكام بثوينتيات زي الفل ها وبعدين بنعمل ايه فكر برافو بمسك الاكويجن بتاعة الفيرست ديجري واعمل بيها substitute في السكن ديجري عشان السكن ديجري فيها اتنين مجاهيل اتنين unknowns فانا بحاول اخليها فيها one unknown او مجهول واحد فقط كل اللي هعمله هشيل ال x وحط قيمته ايه قيمة ال x 3 plus y يبقى هنا هو 3 plus y times y بكام بثوينتيات تعال نفك البراكت نعمل distribution 3 times y بثري y y by y الكلام دوت ب28 تعال نكتب الاكويجن تاني نرتبها وندخل 28 جوه بعكس الصين عشان تبقى trinomial فبقت y squared plus 3y minus 28 equal cam equals 0 هنحل بدماغنا او بالكالكليتر mode equation 3 زي ما تحب المهم هنا y و y cam by cam و الماينس بتاعهم 3 هتلاقيها 7 by 4 طبعا دي بال و دي بال negative يبقى معنى كده هوت ان y negative 7 و y before هل فيه لنس يا شباب بال negative لا يبقى دي ايه refused يبقى ال y هتبقى بكم ال y هتبقى before طيب عايزين نجيب ال x طيب مش احنا قلنا ان ال x عبارة عن 3 plus y ايو مش بعد كده طلعنا ان ال y before يبقى ال x equal 3 plus 4 فتبقى 7 بالزبط كده يبقى ال x كمان بكم 7 سنتيمتر تصدق فعلا اللينس اكتر من ال width بصري لانها 7 و 4 و ال area 7 by 4 بكم ب28 زي ما هو كان قال هو طالب ايه بقى اخر حاجة هو طالب ان احنا نجيب ال perimeter تمام ايه قانون ال perimeter لسه ايونه من شوي لينس plus width multiply كم 2 يعني 7 plus 4 multiply 2 7 plus 4 11 by 2 22 centimeter وده سؤال بسيط مش عايزك تقلق منه ولا تخاف منه خالص لو حسيت ان انت متقلق فيه دو سبوز واسمعه تاني وحله بيدك لحد ما توصل للاجابة الجزئية بيه من السؤال بيقولي if n1x equals x over x power 2 minus 2x و n2x equals x plus 1 over x power 2 minus x minus 2 show whether n1 equals n2 or not and y and y يعني بالستيبس من غير حكاوي يعني طيب بنعمل ايه بنقسم الصفحة نصية بالشكل وابتدي حل في الشمال الجزء الاولاني n1x عبارة عن x وهنا x power 2 minus 2x اول حاجة بنعمل ايه simplify تمام فوق مفيش اي حاجة في الفاكتوريزيشن تحت هناخد x common factor لما خدنا x من x power 2 اتفضلت x لما خدنا x من 2x اتفضلت 2 هنعمل ايه هطلع الدومين وسميه d1 or except اول واحدة zero البركت التاني عكس الاشار يبقى 2 الخطوة اللي بعد كده بنعمل ايه simplify هكنسل ال x مع ال x لما ما يبقاش حاجة فوق بكتب 1 واكتب اللي تحت زي ما هو تمام كده هوت يا ولاد احنا طلعنا الدومين الاولاني وحطينا n1x في ابسط صورة ممكن هنعمل كده كمان مع n2x اول حاجة هنكتب المسألة x plus 1 وهنا x power 2 minus x minus 2 الخطوة التانية هنعمل factorization عشان نعرف نعمل simplify تمام هنا x plus 1 وده trinomial هنفكه هنفكه لإيه ل2 brackets يبقى x minus 2 وx plus 1 تعالى نطلع الدومين التاني يبقى r except ها 2 وإيه وnegative 1 نركز هنcancel x plus 1 مع x plus 1 ونكتب n2x في ابسط صورة وصلنا له 1 over x minus 2 تعالى بقى نقول هم كده قد بعض ولا لأ هل الدومين قد الدومين لأ هل n1x قد n2x اه طب شرطة حق أعمل اتنين enough لأ لازم الشرطين لازم تكون الدومين قد الدومين والsimplify قد السimplify أكتب له الكلام ده ازاي هقول له since n1x equals n2x equals 1 over x minus 2 but ولكن دومين 1 doesn't equals دومين 2 الدومين الأولاني مش بساوي الدومين الاي التاني يبقى therefore n1 doesn't equals n2 السطرين ثلاثة دول هم دول إجابة ايه إجابة y تمام في نوع تاني من الأسئلة يقول لك هم مش يبقوا قد بعض بس show the common domain اللي خليهم قد بعض هتلاقي ساعتها من n1x والn2x هتلاعوا زي بعض زي المسألة دية هتلاقي دي زي دي والدومين المختلف فقه عشان احنا نخليهم متساويين فساعتها يقصد هات ال common domain طب ايه دلوقتي ال common domain هيبقى r except zero و two و negative one امتى بعمل كده لما ييجي يقول لي find the common domain that makes n1 equal n2 هات الدومين المشترك اللي يخليهم متساويين غير كده يبقى خلاص ما قالش يبقى السؤال كده خلص كده احنا خلصنا طلعنا n1 وn2 وd1 وd2 وقررنا كده خلصنا وشكرا وخدنا الفول مارك في السؤال ده كمان يعني ايه set of zeros الارقام اللي بعاوب بيها في المسألة فتطلع الاجابة بكام بزير بنعاوب بيها مكان مين بنعاوب بيها مكان الاكس يبقى لما ييجي يقول لي set of zeros هي 5 يقصد ان if 5 equal كام 0 ده معنى السؤال طيب فانا همسك المسألة اللي هو مدهاني وشيل كل اكس وحط مكانها 5 يبقى if of 5 5 power 2 minus 10 by 5 plus a الاجابة بكام الاجابة بزير لان لما بنعاوب ب5 الاجابة بتطلع بكام بزير 5 power 2 25 minus 10 by 5 50 plus a equals 0 25 from the sample space of random experiment probability of a 0.3 probability of b 0.6 والprobability بتاعت الانترسكشن ب 0.2 اول طلب عايزين يا شباب عايزين يا شباب نجيب الـ probability of a union b انا عايزك اول حاجة تسمع القانون يبقى probability of a plus probability of b minus الانترسكشن وعايز اقول لك على حاجة ما ينفعش تبقى داخل الامتحان من غير القانون دوت القانون ده جاي في الامتحان قديني اقول تلك probability of a 0.3 probability of b 0.6 minus الانترسكشن ب 0.2 احسبها هتطلع 0.7 طيب نشوف الطلب التاني probability of a minus b وده عبارة عن probability of a minus الprobability بتاعة الانترسكشن وده قانون تاني برضو لازم نبقى حفظينه ها الاب كام ب 0.3 الانترسكشن ب 0.2 طيب 0.3 minus 0.2 ب 0.2 كام 1 اخر طلب بيقول لي هات probability of a اتفقنا مع بعض ان اي حاجة داش هي 1 minus الاصلية يبقى 1 minus probability of a 1 minus 0.3 هتبقى ب 0.3 ب 0.7 كده حبايبي الحلوين باش مهانسين وده كترة بكفة كده احنا خلصنا الاجزام بكل اسئلته بكل افكاره اتمنى تكون استفدت وسجلت اي حاجة انت مش عارفها وحاولت معاها مرة واثنين وثلاثة اشوفك على خير في امتحان جديد ومحافظة جديدة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة